موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء أعلن الجيش الوطني اليوم الأربعاء عن رصد 1895 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في مختلف مناطق وأحياء محافظة تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة تنوعت بين قص واستهداف لمواقع الجيش والمقاومة واستهداف منازل المواطنين وأسفرت عن استشهاد ستة جنود ومدنيين وإصابة 63 آخرين بينهم 20 مدنيا جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية ظهر اليوم الأربعاء قصف واستهداف الأحياء السكنية في مدينة تعز بقذائف المدفعية وقال مصدر محلي ليمن شباب إن الميليشيا مستمرة منذ فجر اليوم في استهداف الأحياء الشمالية للمدينة بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة مخلفة أضرارا مادية في منازل المواطنين وحالة من الفزع والخوف في صفوفهم قالت الحكومة إن تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية في رفع الحصار عن تعز رغم التنازلات التي قدمتها في أكثر من ملف ودعوات الدولية والضغوط الشعبية يؤكد فرضها سياسة العقاب الجماعي والقتل الممنهج لأبناء المحافظة وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ضحايا قصف الميليشيا الإرهابية لتعز من المدنيين خلال الأعوام منذ العام 2015 وحتى العام 2020 بلغ 3590 شهيدا منهم 761 طفلا و347 امرأة و289 مسنا و13736 مصابا منهم 3155 طفلا و1180 امرأة و764 مسنا مشيرا إلى الحصار الخانق على المحافظة مشيرا إلى أن الحصار على المحافظة يمثل جريمة حرب وانتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية بحسب وكالة سبع الرسمية قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحثي تفرغت منذ بدء الهذنة الأممية لتكثيف حملات النهب والجباية في صنعاء ما جعل السكان والتجار والمستثمرين عرضة لأطماع الميليشيا وجبايتها وذكرت المصادر أن حملات الجباية الحثية التي استهدفت رؤوس الأموال في مناطق سيطرتها تترافق مع حملات أمنية على مدار الساعة حيث تسيرها الميليشيا الإرهابية لملاحقة السكان والتجار من أجل إجبارهم على الدفع أو إلزامهم بالتنازل عن حقوقهم تحت تهديد السلاح ختم هذا الموجز إلى اللقاء